طيب احنا عايزين نتكلم عن الغلاف في الاول نتكلم كده شوية عن اختياركم للغلاف ونتكلم عن شكل الغلاف اللي اخترتوه او شكل الغلاف احنا قعدنا مع بعض قعدنا برضو نتناقش او اول الحكاية اه نتناقشنا عن كل تفصيلة ومنها طبعا تفصيلة الغلاف اه وطرحنا فيها اكتر من فكرة اه لكن في الاخر استقرنا ان يعني يطلع بالشكل اللي موجود دوت هو اللي يشوفه يعني هو قريب شوية من اه كأنه اه فيلم قديم او 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 يعني اه شيء اه بيغلب عليه شوية الطبع الفني والطبع اه كأنه فيه التمانينات او التسعينات فا اه يعني قريب من فكرة الكتاب ومن محتوى الكتاب هم فا طبعا ده كان بالتنسيق مع دار النشر عرضوا علينا الشكل والالوان وال والغلاف احنا يعني عجبنا به اه كان فيه بعض الملاحظات تم تنسيقها لحد ما وصلنا في الاخر للشكل دوت اللي هو بيعبر عن المحتوى الموجود في الغلاف وطبعا اللي كان كنا يعني حرسين ان الاستاذ وحيد حامد يبقى موجود على غلاف الكتاب لان اه في الحقيقة احنا يعني كنا سعداء جدا ان يكون اه واحدة من المقابلات المهمة مع الاستاذ وحيد حامد قبل رحيله وبيحكي فيها قصة حياته الفنية والشخصية زائد انتباعاته حتى عن قضايا عامة وقضايا سياسية وقضايا يعني متعلقة بالحياة كل ده موجود فيه رحلة الاستاذ وحيد حامد فكنا حرسين ان يكون موجود على غلاف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة